يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا في كل القنوات المصرية هو بعيد عن أنه نجم نجوم السينما والمصرح والتلفزيون المصري وفي الوطن العربي كمان بس هو كل البيوت المصرية بتحس أنه هو واحد من أفراد الأسرة بتاعتها وده يكفي يعني هو أصدق تعبير وتكسيد حي لما قولت من حبه ربه حب فيه خلقه نجم نجوم مصر والوطن العربي النجم الكبير قوي 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 من العالمين الجديدة لغاية أسوان كريم عبدالعزيز حبيبي حبيبي يا إبراهيم ومش عارف أشكرك إزاي على المقدمة الحلوة دي لا ده دي حاجة بسيطة جدا لا إزاي بقى بس فعلا ما فيش بيت في مصر إلا ما بيحس إن كريم عبدالعزيز واحد من أفراد الأسرة يدمها نعمة ويقدرنا ويقدرنا على المسئولية اللهم أمين يا رب شرف حبيبي بتشلمني اللهم أمين يا رب دايما والله أنا بقول لك اللجواء والمجواء وقلوم كل الناس يا ربي خليك وأهلا من سادة المشاهدين يا رب أهلا ومساعد بداية خوف كريم عبدالعزيز من المسرح وبعد 23 سنة من بعد حكيم عيون واللي أنا سمعت والنهار ده أنه كان فيه توطر غير طبيعي قبل الفتح والله أنا سألتهم سؤال واحد قلتهم ما أنا لو مشيت عادي يعني كانوا الجمهور جيوا وقعدوا كل حاجة قلتهم فاش حاجة المسرح يعني المسرح قبل فنون والمسرح ليه طبيعة خاصة غير السينما وغير التلفزيون أنت يعني مواجهة مباشرة مع الجمهور يعني انتعرف لو المسرحية بتعرضها مية يوم الخوف هو هو كل يوم مهما خضراته ومهما زي لعيب كورة كده ينزل الماتش أول عشر دقاي بعدين يسخن جوال الماتش ياخد الفورمة ياخد الفورمة ويبتدي يسخن فلا يعني بس الحمد لله يا ربي الحمد لله هم لك الحمد بسم الله ما شاء الله أول ليلة عرض الدنيا زي الفل والناس ماشية مبسوطة ومجبور خطرها بالبلد الحمد لله وشرفونا ونورونا استقبال بقى الجمهور المصري بعد عرض المصرحية قبل كده في السعودية بس استقبال استقبال الجمهور المصري الكريم عبد العزيز ومصرحية سندباد وبسم الله ما شاء الله والأخوة أولا أنا فرحان جداً جداً أنا بعرض في بلدي وفرحان جداً بمهرجان العالمين للسنة التالتة التانية التانية ناسف وكل سنة المهرجان بيطار عن القابليه في كل شيء سواء في برنامج المهرجان في تجهيزات المسالح في الجرافيكس اللي بتحصل يعني أنا لسه متفرج على حفلة لحبيبي تامر حسني من 4-5 أيام وطبعاً كل الأسات زمق سطر حفلة حلوة جداً جداً فرحان أن أنا بعرض في بلدي وفرحان أن المهرجان كل سنة بيتطور وفرحان جداً كمان أن التحالف اللي حصل ما بين مصر والسعودية موسم الرياض ما بين المتحدة وموسم الرياض وأنا في الآخر ده بيصب في مصلحة المشاهد العربي صحيح حفلة كلها أنت بتقدم فن العرب فرحان بالتحالف فرحان بلدي لا سنة حالوة إن شاء الله التعاومة بين المتحدة ولا هي العمل الترفيه وموسم الرياض هينتج عنه أعمال أكتر طبعاً طبعاً إن شاء الله الفطر اللي جاي وبعدين أنت في الآخر لما تبقى بلدين بالعلاقات دي وبالتاريخ ده ده في الآخر بيصب إنت يعني زي ما تجيب فرقتين وتعملهم فرقة أكيد المنتج هيبقى أكبر أكيد هيبقى أحلى في مصلحة المشاهد العربي سواء لمصر سواء لإخواتنا السعوديين صحيح فسعيد وفرحان ويا رب مصر راح تريد بقى نشوف إن شاء الله يا رب لفت في العالمين لفت في العالمين طبعاً إيه رأيك في المدينة يعني أنا أول مرة كنت تجي السنة دي وكل الناس اللي موجودة بتقول لي إن كل سنة عن سنة يعني السنة اللي فات غير السنة دي وبصراحة المدينة أكبر من تصور اللي الواحد كان بيسمعه صح يعني مش مجرد فنادق وشواطق لا هي مدينة هي مدينة تعاشتها طول السنة يعني وده هدف الدولة أساساً من أنت تقول أنا يعني عندي وجهة نظر الميا اللي موجودة عندنا دي وش موجودة في العالم صح والله يعني صفاء الميا دي وجمال الميا دي بخط من سيدي كرير بقى المطروح إنت ما عندكش يعني يعني ربنا دي معناها معانينا في بلدنا ما عندكش الميا دي كان من الناس اللي اشتغلت في العالمين وأنا يعني يا رب تبقى العالمين طول السنة يعني تبقى صيف شتا إن شاء الله إن شاء الله ده التوجه بتاعنا إن شاء الله إن شاء الله يا رب عايز أسألك على حاجة ده بفضول شخصي بفضل البفتة البيضة اللي قدامنا اللي طالع عند الناس طول الوقت يعني أي حدي بيشوف كيف عبد العيز بيقابله في الشارع بيتكلم معاه بيده عن الكاميرات بيشوفه في أي لقاء بيشوفه في أي حاجة بيحس إن فيه جوة كمس هلكانه وبفتة بيضة غير طبعية الحمد لله أنت بتعمل إيه؟ والله كنت مراهة أمي بس دي دعوات أمي لي الله يرحمها رب أنا جعل في الجنة ونعيمة يا رب هقولك على حاجة أول حاجة بتبان في الفنان جهور أسكى جدا مما أي إنسان يتخيل ودايما نقول الشاشة فضاحة أو المسرح فضاحة اللي في قلبك بيطلع أنا رجل بشتغل وبروح وفي حالي وبس بس يعني برضو أنا لا أنا عايزة دج والله ما ليه خلطة يعني عايزة بسم الله ما شاء الله ربنا يا ربي يحفظك ويبارك لك ويفيدك وحميك يا ربي يخليك زدعين يعني كم من نجاحات طبيعي البني آدم نفسه بتممكن تلعب معه شوية لعب لا حتى كمان الواحد بيحس إن الكلام طلع بجد مش يعني مش كلام منمك وديبلومايسي وحير لا يعني الكلام طلع من القلب فعلا أنا أساسا درس إخراج وأنا متربي أساسا في بيت والدي المخرج الأستاذ محمد عبد العزيز فأنا مولود في السينما فأنا عارف أهمية السينما عارف دور السينما عارف رسالة السينما الفن عموما بشكل عام يعني يعني خدت حصانة زي ما تقول كده خدت تطعيم وبعدين من الصغر شفنا اللي عمل كده راح فيني واللي عمل كده راح فيني يعني تعلمنا يعني على قد ما بنقتر لا ما بنتني رهشح لا 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 إيه الإيه الآية أو الدعاء أو الحاجة اللي بتقولها قبل الفتح السطار أو قبل حاجة مهمة قبل يعني شغل مهم فأوضت أمري لله إن الله بصيرهم بالعباد ده دي اللي بتحس إن الدنيا بعد كده وربش لحلي صدري طبعا وورد عايز أقولك كنت حفزه من أخويا وصحبي وحبيبي على أولي الدين اللهم صلي وسلم وبالك على سيدنا محمد صلاة العبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لا يا إلهي ولكل قرب عظيم ففرش عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم فأنا فكرها من أجمعنا معا على خير ده دي صدقة جارية ربنا أجعلها ربنا حسنية اجمعنا معا على ألف خير على أخو وستبقى صدقة جارية منك إن شاء الله لكل بيسمحها ويرددها من بعدك يا رب يا رب يا رب أعيز أعرف منك بعد ده أول شغل لكريم عبد العزيز بعد الحشاشين وبسم الله إن شاء الله الحشاشين كسر مش بس مصر الدنيا كلها الحمد لله إيه بقى اللي جاي هو التلفزيون يعني كنا بنحضر حاجة مع حبيبي وأخويا الله رحمه وأستاذ فاتح إسماعيدي معنا معا على ألف خير على رب بس أجلناها للسنة الجاية بحكم الظروف داخل فيلم مع دكتور بيتر دكتور بيتر ميمي دكتور بيتر ميمي طبعا حبيبي وأخويا داخلينه في شهر تسعة وفيه بقى مفاجآت تبيرة جدا الجاية بس حاليا أنا بحضر فيلم مع دكتور بيتر ميمي داخلينه في أول إسبوع في تسعة إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب على خير النهاردة الليلة تفتح رواية السندبات وإحنا بنصور طبعا عبال ما تطعرد يعني بس وإحنا بنصور الأهلي العشرين ننفوز متتالي كسب الدوري اللي 44 وبعدين جات لي معلومة إن كريم عبدالعزيز النجم من نجوم مصر واطل عربي كان في فرقة كابتن صفت عبدالحليم إنت عرفت معلومة دي من إيه؟ أنا لعبت في ناشئين الأهلي لعبت أربع سنين مع كابتن صفت الله يرحمه الله يرحمه طبعا ده من عوزماء مصر بلك النص واحد من أعظم الليلة اللي جاءت لي رقم 14 ده كان تدربت مع كابتن صفت أربع سنين آه عادت حوالي أربع يعني أربع سنين مش تلات سنين أكيد جمهور الأهلي يعني عايز يسمع حاجة منك يعني عايز يسمع حاجة منك أنا أهلاوي بجنون وبأهلاوي حتى النخاء والعيلة كلها الأب والعم مع احترام الشديد والله وحب النادي الزمالك جدا وكل حبايب يعني كل حبايب الزمالكوية على راسه بس إحنا عيلة مجنونة أهلي يعني طب مين أنا أخذك بقى في الحتة بتاعتنا شوية بقى مكورة مين بقى زمالكاوي مين اللعيبة اللي أنت بتحبها أهلاوي بقى زمالكاوي يسمع اللاوي أي حد لا كتير دلوقتي وقبل كده قولي اللعيب الكريم عبدالعزيز لما بيشوفه لا أنا لازم أقعد أتفرج زمان ولا دلوقتي زمان ودلوقتي كابتن محمود الخطيب طبعا كابتن محمود الخطيب كابتن طهرة بوزيد لا 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 مصر كبيرة قوي في الحقيقة يعني كابتن شوبير كابتن مجدي عبدالغاني نجم العالم اللي مشرفنا في كل حتة في العالم كابتن محمد صلاح امام عشور عامل شغل جبار مجدي أفشة هنزل عب معهم يعني ما خرج بقرزي دلوق مع الفرق دلوقتي هيحهم لا دا تتكسر الدنيا لا لا بتاياق لا لا ومزى مالك منحب مين مزى مالك لا فرق طب بحب شيكبالة من عظماء الكورة في مصر بحب عمر جابر جدا بحب زيزو جدا لا كابتن حسن شحطة كابتن فاروق جعفر لا يعني لا الزمانك كان هربية طبعا 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 طب عايز أرجع تاني للحطة الفنية والشغل مع نيلي كريم نيلي من أجمل وأنظف الشخصيات اللي ممكن تقبلها في حياتك وبعدين نيلي فيها ميزة نيلي واضحة يعني نيلي ما بتعرفش تلفرودور اللي في قلبها على لسانها ودي احنا لا يعني رابع مرة اشتغل مع بعض في لازرق واحد في لازرق اثنين عملنا اعلانات مع بعض والسندباد رابع او خمس عامل رابع او خمس عامل خمس عامل خمس عامل لسا بخوص مصرحية والله بكلم كتير اعتقد ده خمس عامل انا والنجل بحب الشغل جدا معنيه موضوعك الكيمستري يعني مثلا دايما بنحس ان كريم عبدالعزيزي طبعا حافز الاقاف النجم الكبير مع الاستاذ ماجد الكدواني في كيمستري ماب يعني هل ده موجود يعني زي اللي عبت الكورة كده طبعا دويتو بيبقى مكسر الدنيا كلمتون رجبة طبعا دي كيميا بتبقى ربالي يعني وساعات ده مايركبش مع ده بس ده يركب مع ده طريقة كلامه طريقة تفكيره روحه بتتفق ايه لا انا ماجد بنا كيميا ماجد مش صاحبي ماجد اخويا وماجد عشرة سنين الناس على فكرة حبة جدا علاقلنا بينكم لا ماجد ماجد اخويا بجد يعني انا ماجد ده ربنا بعثولي من السماء ايه ربنا يحفظه هو اولاده يا رب اسرته لا ماجد ومعدين 24 سنة مش صحاب اخوات ايه فربنا دي ما هنعمل اللهم امين يا رب طبعا بناسبة 24 سنة لانا نيف سعب المصلح مع ماجد لو يرضى والله يالا يا رب يا دي الله عزيز ماجد والله هنيف سعب المصلح مع ماجد عيد ميلاد نجمنا الكبير حبيب الناس كلها كريم عبدالعزيز ايه الحاجة اللي نفسك فيها الصحة والستر ولادي يبقوا في احسن صحة واحسن حالو زوجتي وان على قد مقدر على قد مقدر ربنا الدين القدرة ان نفضل محافظ على حب واحترام هذا الجمهور العظيم اللي احنا شغلين له هبنشتغل لهذا الجمهور يعني انا هقول جملة وهي مش جمليتي هي جملة الاستاذ الكبير الاستاذ عادل امام ربنا ديه الصحة ابونا واستاذنا احنا اللي بيصرف علينا الشعب مصري يعني فاحنا بنشتغل للجمهور حياتنا للجمهور يا رب دايما عند حصل ظلم انا وانتو بتعرض ورعب بتفرج ومستمتع عاد تقول يا نهرب يا ده استاذ عادل ده لا 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 يعني الواحد برضو لما بيعود يتفرج على المسرحية في البيت غير لما بيشوفها لايف كم المجهود وان انت تبقى بمحافظ على نفس الرتم والموت مهما كان انت عندك مشاكل لمدة سنين ايه ده وعلى مدار كم سنة سينما ومسرح اسطورة من اساطير الفن اسطورة اسطورة يعني تسقيف سلطان الغول اول لا تسقيف بسم الله ان شاء الله في السينمات كلها الحمد لله يا رب اكن الفيلم لسه هيبتدي الحمد لله ايه بقى يعني ايه اللي هيحصل في ولاد رزق والله يا بصلا امش عايز احرق بس ايه حاجة طيب متهيئة يعني على ما اعتقد ان هما يعني اعتقد يبقى فيه حاجة لسلطان الغول يعني معاهم ان شاء الله اعتقد يعني انا كنت ضيف عليهم في الفيلم ايه لا مش ايه ضيف يعني اعتقد ان هايبقى سلطان الغول اه بقى لي حتة كده ان شاء الله ان شاء الله اريب اه يعني ممكن السنة الجاي بجد ممكن تبقى السنة الجاي ان شاء الله ان شاء الله يا رب السندباد بيلف كل حتة في الدنيا لو كريم عبدالعزيز ركب البصوات السحري يحب يعيش في انا عصر والله انا بحب الخمسينات جدا بحب الستينات جدا احب افلام لو بيقى دويس ودي اه مش هقولك فرعنا بقى وكده يعني بقى يعني لكن بحب اه العصر اللي هو قبل جنون التكنولوجيا ده ايه يعني انا مش مش مجنون سوشال ميديا مهم جدا وكل حاجة لكن يعني كنا اهدسنا فأحب عيش في الخمسينات حب عيش في الستينات اه حلو كده كفايا مش مش بنسبة للسوشال ميديا انت مش متدخل فيها قوي مش متدخل فماش قوي يعني انا عايز اقولك وحيات ربنا لحد النهاردة لو انت قلتني اعملي مانشن اوتاك وانك ما عرفش انت خد اعمل لنفسي خد انت اعمل لايك اه لكن اننا لايكات انا معاك فيها لكن مانشن اوتاك والله ما فهم اه ما بافهمش عن ايه مانشن اوتاك يعني فيه ناس ما عندي مسؤولة اهي المسكالي الفايل ده بس ما اعمل لايكات كده لايكات تماما ببير كده احنا متشرفين بوجودك في العالمين الجديدة متشرفين بمسرحات السندباد ربنا يا خليك انا اللي بتشرفين انا معك اللي بديت بيه هو اللي هاختم بيه ربنا يحب فيه اكتر واكتر كل الناس بتحبك وبتحترمك ودي حاجة يعني ده مكسر كده ما بيبقاش سهل انه يحظى فيه اي بني ادم ربنا حباب نعمة الشهرر في اي عمل ان كان هو ايه ربنا يكرمك ويسعدك نورت الدنيا ونورت العالمين وارب كل سنة نتقابلي يبقى في نجاح اكبر من اللي قابليه انا اللي اتشرفت اذا انا كنت معاك يا سيد ابراهيم وانا بحبك من زمان وبحب اخوك انا اعرف اخوك قابلك اه طبعلا سيد اسلام يعني اعرفه قبل ما اعرفك سالنهاردة انا اتشرفت بيك وانا مش عارف شرف لي والله شرف لي والله شرف لي والله شرف لي والله وده اهل من حقك وانا اكني اعتبرني كده ايه مرسول جاي من الشعب المصري بيقولك الكلام اللي في قلوبهم ده فوق راسي وشرف فوق عمر كله اكتر واكتر يا رب اللهم امين جميع نورت الدنيا حبيبي نورا بيك شكر موصل لحضراتكم على المتابعة ونشوفكم باذن الله على الف خيار